موسيقى ننتقل الى خبر اخر وبعد عودة الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة الكثير من المشاكل تواجهه وحكومته تحتاج للحل الجذري والسريع في ظل الاوضاع الامنية والمعيشية والحياتية المتردية المزيد في التقرير التالي تأتي عودة الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الى عدن لادارة شؤون البلاد والاشراف على الملفات السياسية والامنية والاقتصادية في ظل ظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن اليمني التحدية التي تتواجهها الحكومة الشرعية بعد عودة الرئيس الشرعي هادي الى العاصمة المؤقتة عدن تقف امامها جملة من الملفات تأتي في مقدمتها هو تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة البيئة التي تستطيع ان تعيد اولا مقبل كل شيء عادة التقال للقطاع الخار ويبقى الملف الامني الذي يجب على الرئيس هادي حسمه في اسرع وقت بوجود كم من هائل من السلاح والمسلحين المنتشرين في الشوارع والذي يجري الحديث لانخراطهم في الجيش اليمني نحن نشكو ما تعانيها المقاومة في عدن وفي المحافظات القنوبية كامل من وعود وتهميشات واشياء لم تحصل الى الان ورئيس القمهورية موجود في عدن والمقاومة مهمشة تهميش غير طبيعي وعذوهم بدمجهم في الجيش واصحاب الشهايد والقامعيين الذين هم من يستحقوا ان يكونوا في اماكن المستحقة لهم ويأتي تأهيل البنية التحتية للمنشآت اليمنية وتوفير مشتقات البترول واعادة تشغيل محطات الكهرباء والتي تعتبر من اهم الاحتياجات الاساسية للمواطن في ظل دعم من دول التحالف الدولي اشتركوا في القناة